موسيقى الرابع صباحا الواحدة بتوقيت جرينيتش مجاز اغباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد مصدر الرفيع المستوى انه لا صحة اطلاقا للدعاءات الاسرائيلية بموافقة مصر على اقامة منفذ بديل لمنفذ رفح ويؤكد اهمية الالتزام بوضع المنفذ القائم حاليا واكد المصدر ان مصر ترفض دخول اي قوات مصرية الى داخل قطاع غزة ويؤكد المصدر ان ترتيب الاوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني كما اكد المصدر رفيع المستوى ان مصر سبق ان ابلغت جميع الاطراف ان استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة يجب ان يكون من خلال اتفاق بوقف اطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والاسراء افاد مصدر حكومي مطلع لاكسترا نيوز بان توصيات المرحلة الاولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة واشار المصدر الى ان الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني قرر مجلس امناء الحوار الوطني عقد اجتماع يوم السبت المقبل وذلك فور اعلان تشكيل الحكومة الجديدة وادائها اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة واصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني انه سيكون من بين ابرز التوصيات التي سيكون لمجلس الامناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها مشروعات قوانين انتخابات مجلسين النواب والشيوخ والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من اهمية كبرى وادوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد وكذلك سيكون على مجلس الامناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الاشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالاجماع والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به وايضا سيكون على المجلس اعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبر المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون واضاف المنسق العام للحوار الوطني بان اجتماع مجلس الامناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني وانهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته بان مجلس الامناء في اجتماعه القادم سيتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الاخير بخصوص تقديم التماس منه للسيد المستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين او بسبب بعض الاحداث الرياضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الاوروبية وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة مون دراجون الاسبانية على هامش فعليات مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبية يهدف البروتوكول الى تعميق اوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات والتي من اهمها التعليم الفني والبحث والتطوير بالاضافة الى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة غيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة مما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لاعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي استشهد فلسطينيان في قصف مدفعية الاحتلال الاسرائيلي على منطقة الواحة في بيت لهيا شمال قطاع غزة كما استشهد فلسطينيان اخران في استهداف للاحتلال على حي التفاح شرق مدينة غزة وافدت مصادر محلية بان قوات الاحتلال الاسرائيلي جرفت واحرقت الاراضي الزراعية شمال غزة مضيفة ان ذبابات الاحتلال تواصل التوغل في منطقة المشروع شرقية رفح جنوب قطاع غزة وسط قصف مدفعي وذلك بعد تجريف الاحتلال المنازلة في منطقة الشاكوش بالمدينة مشاهدين انتهى المجهز الاغباري والمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيو ار كول الظاهر على الشاشة نشكر لحضراتكم طيب المتابعة وهذه تحياتي عمر شهاب دمتم في امان الله موسيقى